موسيقى مساء الخير جمهورية 22 على المحك الاستحاءات كتيرة وكبيرة بداية الانتخابات النيابية ثم الانتخابات الرئاسية كما الوضع الاقتصادي المتدهور وصولا الى الوضع الجيوسياسي الملتهب بالمنطقة بقلبهم كلهم جمهورية 22 ناطرة ناطرة الفرج يمكن بس الاكيد انه هالفرج ما ممكن يجي ولا رح يجي الا بعد مخاض عسير ومعاناة طويلة من هيك نحن معكن لنبلش نبني جمهورية 22 والبداية اليوم مع رجل لعب ادوار كتيرة من سنة الالفين لليوم رجل امني رجل سياسي وقائد بمؤسسته وبمنطقته ترابلوس وعنده بتتقاطع خيوط كتيرة ومنه ومعه فينا نرسم معالم المستقبل وزير العدل السابق اللواء اشرف ريفي اهلا وسهلا فيك معنا بالحلقة الاولى من جمهورية 22 اهلا وسهلا فيك رح ابدأ معك من التطورات الاخيرة اللي عم بتصير بلبنان اولا المبادرة الكويتية هل برأيك المبادرة الكويتية هي رسالة للحكومة اللبنانية او كما يقول البعض انها مناورة على الحكومة لانه كلنا منعرف انه الخليج العربي بيعرف انه حزب الله ماسك البلد لشك هي اذا بدك لسان حالنا كلبنانيين سياديين نعم خدي مضمون المبادرة 12 بند اللي فيها تماما هو اللي عم نطالب فيه لحنا كلبنانيين بدنا نبني وطن بدنا نبني بلد في حالة وقام داخلي في حالة انسجام مع العالم العربي اللي هو امتدن طبيعي وبنفس الوقت تمام الحياة نحترم الشرعية الدولية والشرعية العربية ومنعمل دولة مثل كل دول العالم فيه سلاح شرعي وحيد شرح الجيش اللبناني والاجزة الامنية اللبنانية وما فيه سلاح غير شرعي مهما اعطيتي مواصفات او حطيتي بين هلالين تسميته الحياة الامانية ما فيه دولة بالعالم بيكون فيه دولة بمحلة معين هي اقوى من الدولة وبمحلة معين هي خاطف الشعب وخاطف كذلك الامر السلطة السياسية منصب ناس دمى لهن فعلا حيكونوا ينفذوا ارادتها ورغباتها ويسعى لارضاء سيدوا الدولة الايرانية دولة اقليمية على حساب الشعب اللبناني ورفيهة الوطن واستقرار الوطن تب اليوم المطلوب اصلاحات كتير طلب مننا البنك الدولية الاصلاحات وكمان المبادرة الكويتية هل الحكومة برأيك قادرة على هيدا الاصلاحات خاصة انه ما بقى عندها وقت طويل رح تخلص المطلوب اذا بدك طبقة سياسية سيدة سيادية ووطنية ونزيهة انا برأييه كله بعدين بيجي اتباع عن الحقيقة يعني عملني برنامج ابتصادي مثالي مع طبقة فاسدة مع مجموعة لصوص حرامية سرقه اموال الناس واموال الدول اللبنانية لو كان برنامج مثالي انا برأييه ما بيعطي نتيجة نهائية مشانا انا برأييه المبادرة الكويتية مضمونة ممتاز جدا جدا انما ما في امل مع الطبقة هاي تقدر تطبقي اللي مطلوب بالنهاية الدولي لا تلغي نفسها طوعا الا اذا كانت اجبرت وشافت انه في قوة اكوى منها لا تلغي نهائيا كيف بدها تطلع هذه القوة هل هي بالانتخابة النيابية او كيف الوضع اللي احنا فيه شايز جدا جدا انا لأقرب لبسطة بحاول أقرب على النموذج العراقي المكون فيه تشابه ما بين العراق ولبنان لحنا مجتمعات تعددية يعني المكون السني في العراق ضد المشروع الايراني المكون الكردي بالعراق ضد المشروع الايراني وقت اللي انتفض مكون الشيعي انتفض وطنيا للعراق ولا عروبته انا برأيه بلش يخرج معبول خرج بلش يخرج يعني شالت من ايده السلطة للمشروع الايراني وتحول لحن يحاول يدافع عن بقايا ووجوده لحنا اليوم حكما كسنة ضد المشروع الايراني كمسيحين ضد المشروع الايراني كدروز ضد المشروع الايراني اليوم الشيعى الاحرار الشيعى اللبنانيين الوطنيين العرب مبدئيا بلش يتزمروا هذا المشروع اللي اخذوا ولادهم متى ما اخذوا ولادنا أخذوا لدون أكثر على الموت الحقيقة هو اغتلنا إذا بدك بعض القيادات أنا ما بنهي أخذ ألاف الشباب ليقاطلوا بسوريا وباليمن وبالعراق الحقيقة ورجعوا بكل أسف جسس للدفن تماما طيب هالأهل يوم ما عم يتساءلوا هذا المشروع اللي قدم حاله مشروع عزة وعنفوين وازدهار وفوق القانون وفوق المحاسبة وإخر شي صار مشروع أزمة لاحدا فيه يأخذ فيزا على العالم العربي لاحدا فيه يأخذ فيزا على العالم الغربي ماحدا فيه يفتح حساب ماحدا فيه يحول دولار نهائيا إذا مبلش أخوانا الشيعة يشعروا بحارون يقولون هذا المشروع فعلا الحقيقة لحنا عم نقولون لأخوانا الشيعة شرف تفضل الحقيقة لحنا وياكم ضد المشروع الإيراني لنبني وطن تعددي هذا وطن ما حدا فيه يغضوا ما فيه مكونا وحيد يغضوا محا ما هو بده لحدا ما فيه نوع من التوازن ما بين المسلمين والمسيحيين بين السنة وبين الشيعة واليوم خلينا نقول حقيقة إذا كان حزب الله يقول لحنا الأكتر لا مش هو الأكتر حقيقة لحنا الأكتر حقيقة لحنا ديوم كان فيه فريق سياسي هادم بمحل معين أنا برأيي بس إخر شي أولادنا راحوا حقيقة هجرنا أولادنا بس الوحد نسفر ابنه صار بيفرح بكل أسف الحقيقة ما راح نهجر أولادنا حك كرمال مشروع إيران نهائي الحقيقة هيدا البلد بدنا نحريره من شاء الله منحريره قريبا إذا الله راضي هلا أكيد هون نحنا منقول تحية للشيعة الأحرار بس برأيك المكون الشيعي اللي موجود وفارد حاله بالبلد ليش ما بينطفد على قيده اللي هي قيدة وحدة حزب الله بالعراق الحجد الشعبي بالعراق تقريبا شبيل لحزب الله في لبنان وتقريبا شبيل للحسيين في اليمن وشانيك أنا بريد بالعراق الشيعة العرب والشيعة العراقيين الوطنيين انطفدوا على المشروع الإيراني وحطوا إذا بدك بموقع الدفاع مش موقع التحكم والهجوم الحياة وفي لبنان فيني يقلك تماما من متابعتنا للأمور اللي احنا راحين تقريبا إلى مسار مشابه ستفاجأ أنا برأيي بالانتخابات البيئة الشيعية انتفاضا على المشروع الإيراني وشانيك كان بيعتبر حاله حزب الله نو لا يخرق ولا بمحل نهائيا وحيد فقط بالموقع الشيعي بالجبال خطورك مبدئيا نرجع التحق بالراكب مبدئيا أنا بتوقع مفاجأات حكما على المستوى السمي على المستوى البسيحي على المستوى كذيق الأمر الشيعي لنأسس فعلا حقيقة للخروج من هذه القبضة ومن هذا الكرصان اللي خطفنا وأخذنا رهائم بين إيديهم نحن نرجع للانتخابات النيابية شو رأيك بالموقف الرئيس مئاتي وموقف الرئيس سانيورا من المبادرة الكويتية حسنا فاعل ومبدئيا لأنه بالنهاية كان عم يطلع حكي أنه كان الطائفة السنية راح عام على مقاطعة الانتخابيات أو أنه على موقف إذا بدك هيك نوع من السلبية الحياة نحن طائفة فيها حيوية عالة جدا طائفة أساسية بالوطن مقونا أساسي بالوطن مشان هيك أنا برأي حياة نحن لا نحبط ولا نيأس ولا نستسلم ولا نقاط على الانتخابات هنشارك الحياة بكل إذا بدك محطة سياسية مهما كلها في الأرض كيف تنظر لدعوة الرئيس التركي أردوغان لرئيس ميقاتي هل ممكن أن تقول عنها مبادرة إيجابية لمساعدة لبنان من جانب التركي أم إلى خلفية أخرى؟ برأي ما في خلفية ياما هنحكي بالإعلام أنه في مشروع تركي أنا عندي صداقات بتركية الأمانية وما في مشروع تركي الحياة واليوم هاي حكمة مبادرة إيجابية مبدئيا وإحنا فعلا نرحب فيها والحمد لله لأن العالم العربي بعد الأتراك الأمور صرت سوية وصرت إيجابية وهذا بيريح لبنان كذلك الأمر حياة واليوم الأتراك كانوا من الأول مش أول ناس وصلوا على لبنان اللي يقولوا بعد انفجار المرفأ بعد جريمة العصر أنا بريح وهي جريمة إبادة جباعية وهي جريمة ضد الإنسانية في لبنان كيف بتشوف عزوف الرئيس الحريري وتيار المستقبل للحياة السياسية وهل تعتقد أنه بأربط عشر باط ممكن يغير رأيه؟ أنا أعلنت أنه الحياة بشوفها إذا بدك بإيجابيتها حكما كان فيه إذا بدك سياق معين لإدارة مكون أساسي بالبلد السياق ما كان إيجابي نهائيا مشانيك أنا برأي هاي الطائفة من عاكر ولا عقيمة نهيينية ولادة للخامات والطائط أنا برأيه مشانيك نحن أدام تحدي حكما نفرز قيادة جديدة لأنه الواقع اللي كان قائم لا يمكن أن يستمر نهائيا مشانيك أنا بريح مهما كان تبيراته سواء الواقعية أو مصلحة البلد أو أي شي أنا بشوفها إيجابية حياة والطائفة ستكون عند عمستوى التحديات قدامها ما بتشوف أنه فيه فراغ عند السنة في لبنان ما فيه فراغ بالحياة نهائية الحياة الطبيعة تغشى الفراغ العنوان إذا بدك المبدأ مبدئيا ما فيه فرق ولا بمحل معيها الحياة اليوم ما بتوقف عند شخص معي ميم مكان يكون للأمانة اليوم السنة كانوا حيويين ووطنيين قبل حتى الشهيد رفيق الحريري الله يرحمه مع كل عظمته مبدئيا وسيستمر السنة بعد سعد الحريري وبعد أشرف ريفي وبعد فلان وبعد فلان بعد كل العالم الحياة هل بتعتقد أنه حدا بيقدر أنه يحل مكان الرئيس سعد الحريري ويستلم طيار المستقبل من بعده الله يرحمه رفيق الحريري حط على بلاطب المؤسس الحكومي لو دامت لغيرك أو لسواك لا ما وصلت إليك مبدئيا مشاناك ما حدا إذا بدك حياة لا يستغنى عنه بالحياة نائيا لأنه أساساً كلنا عابرين مشاناك أنا بتصور حياة نعم هناك كتير مهم جداً أنه تعاقب الأجيال وتعاقب الأشخاص وتعاقب الأفراد على المسؤولية السياسية شفنا أنه المفتي زار الرئيس مئاتي كيف بتقيم إداء الرئيس مئاتي وهل بقى تقادك أنه المفتي عم يعطيه شعلة السنة للرئيس مئاتي ما حدا فيه سلم الشعلة شعلة بقرره الشعب اللبناني حياة ولنحنا جئين على انتخابات اللي بقرره الشعب اللبناني هو بيكون حياة أو أنه المقون السني بشكل أساسي الحياة أو كل الناخبين بدوائرنا الانتخابية مشاناك أنا برأي الحياة ما حدا فيه يعطي لحدا إذا ما كان مفوضنا هي ما نصح في صلاحيات مبدئية إنما الخطة شفتها إيجابية أنا برأي بإعلان رموز أو قيادة دينية معينة إنه بالنهاية إحنا حكما لننا منكفئين ولننا محبطين ولننا إذا بدك نقاط عن انتخابات وأي شيء كانت إيجابية جدا الحياة لأنه عطت الزخم أو خرجت البكائيات إلى الحيوية السياسية بيقولوا إنه فيه اتفاق بين الرئيس الحريري وخيه السيد بهاء الحريري إنه بفل رئيس سعد الحريري وبيجي محله بهاء الحريري وهيك عم ينحكى هل هو بديل؟ ماني شايف أنا الحقيقة إنه فيه اتفاق حقيقة بالعكس كأنه كان في نوع من الخصومة بين بعض البعض علما أنا ضد إنه يكون خيين على المستوى الشخصي متضاين إذا بدك متواجهين مبدئيا إنما باللعب السياسية ده حق طبيعي لأي مواطن لبناني له حق يترشع الانتخابات أو يقرب بضيفوت على اللعب السياسية ده حق ما حدا فيه ينكره كيف علقتك مع بها الحريري؟ المستوى الشخصي علقت كتير منيحة تواصل السياسي منقطع من زوء أشهر إنما بنهي أنا ويه كنا أصحاب وأصدقاء هل الفراغ الحاصل عند السنة بيخلق تطرف سنة وخاصة إنه مثل كتار عم يحكوا إنه صار فيه مثل موجة داعشية بطرابلس هل هذا هو الفراغ السني اللي أدى إلى ذلك أم هناك من يصطاد بالماء العكر؟ هاي إذا بدك داعش غبوا الطلب لا شك عنها على ما تستفهم كبرى حول اللي صار حول طرابلس مبدئيا في حدا كل تاريخه إذا بدك بالوصاية السورية شيطانوها للمدينة شيطانونا كأولاد مدينة بالوصاية الإيرانية أو الحدادة الإيرانية كمان شيطانونا وشيطانونا للمدينة كذلك الأمر ودائما بيحاول يطلعوا صور سلبية عن المدينة لحنا البيئة الكلب يعرفوا تماما بالثورة طرابلس كانت على روزة الثورة مضبوط إذن هاي مشهد وطني منه متطرف ولا إنه إذا بدك حقيقة يبرر إنه فيه تشدد نهائيا اليوم وقد بكون أنت حوالي بيطرابلس في عندك 500 ألف مواطن بيطلع منهم حوالي أقل من 50-60 وطلعوا بشكل كتير مشبوه هناك من خوف الشبيب اللي عمرهم 14 و16 و13 سنة حطهم بحالة خوف هناك من أغرى هالشباب هؤللي هنا عاطيني لأنه قدامك فرصة عمل بألفين دولار بالشهر وهناك من سهل خروجهم وانتقالهم عبر الأراضي السورية الشاسعة ليوصل للعراق والبعض منهم اللي وقت لوصوا مش عارفين حالهم وراحهم البعض منهم وقت لوصوا تصلوا بأهليهم عم ترجوهم رجاء لقونا حل بدنا نرجع على البرد لأنه بالنهائية ما حدا عارف وين راح الحياة بعدين المفارقة أنه بدأوا يدفع خمسة ألف دولار للمهرب لا يوصلوا لا ياخد بعدين ألفين دولار هني أول شي لو معهم خمسة ألف دولار أكيد ما راح نهائيا ما فرر نهائيا لشانك فيه ستمائة عنامة استفاة من الحياة وهناك أنا اتهمت حزب الله وبعد يبتهم حزب الله هناك غرف سوداء يديرها بطريقة غير مباشرة حزب الله حكما لشيطنة المدينة لحيئ لتكون صندوق بريد أمني لغاية ما قد تكون هي لتبرير إذا بدك تأجيل الانتخابات والهروب من الانتخابات بليش دايما عن طرابلوس هل سنة طرابلوس هني غير سنة بيروت لا هني نفس السنة للأمانة إذا بدك جغرافيا لحنا غير سنة قد يكون إذا بدك طابع المدينة بيعطيش شي لحنا صحيح العاصمة الثانية بلبنان إنما بنهي لحنا بعقلية بدك أشد لأنه بنهي لحنا نملك قرارنا لحنا السياد المنطقة مشاناك قرارنا صوتنا عالي بقسنا عالي جدا مشاناك ما قدر حزب الله يطوعنا نهائيا بكل أسف الحقيقة بسبعة أيار حقيقة عندهم ظروف خاصة جدا يعني منعتهم يعبروا عن إيراءهم ولحنا شكلنا خطفاء عن أهل بيروت ولحنا وأهل بيروت نتكامل بيروت عاصمتنا بيروت إذا بدك درة التاج وهي نحمية بعيوننا ونحمية بسواعدة اليوم في تنظهر شوي من العائلات السياسية اللي كانت بطرابلوس شفنا أنه لما أجت الحريرية فاتت على طرابلوس بالمساعدات الاجتماعية نظراً للوضع المترد لأبناء المنطقة هل اللواء ريفي قادر أنه يستقطب سكان طرابلوس بنفس الطريقة؟ لا نفس الطريقة لا وأنا ضدها الطريقة هيا الحقيقة الناس ما بدأت تشهد الناس بدأت كرمتها علينا أن نأملها فرص عمل الدولة مجهورة إذا بك تأمن الطبيبة وتأمن المدرسة مش المواطن إذا بدأت الحقيقة مشاناك وقت اللي كانوا يلوموا مثلاً أغنياء طرابلوس هذا ماله الخاص أكيد إذا بدأت دينياً مطلوب منه أنه يقف حد أهله بالصعوبات بشكل خاص أساسي تماماً حقيقة بس لحنا ما نمع أنه الحقيقة آخر شي يجي المواطن عنده الانتخابات بده يبدو حق صوته أو بالصعوبات بده ياخد من الغني الفلاني أو الغني الفلاني حتى من سمي مبدأي الحقيقة واجب الدولة أنا جي خدت مؤسسة بعد خروج السورييني بيومين كحياة كانت مههرة ما فيه شي نهائيا عملناها درجة أولى عالمياً مشاناك أمنا بنفس الوقت وقت اللي زدنا عديد كوى الأمن ودربناهم وجهزناهم وحضرناهم للمهمات تماماً كان عنا نفس العين ونفس الاهتمام أمنا مدارس الأولاد العسكر الطبابة أمنا السكن أمنا إذا بدك المساعدات الاجتماعية هذا إنسان عنده حاجيات بقدر ما بتعمله الحاجيات الوطنية بدك تعمله الحاجيات الإنسانية لأنه بده يأمن سكنه وطبيبته بده يأمن كذلك الأمر يعني مدرسة أولاده بنفس الوقت هل اللواء الشفريفي مرشح للانتخابات النيابية القادمة؟ أنا عطيت أنه بنهي أنا رص الشهر الحالي لحد آخر الشهر مبدئياً يكون درست واقعي إذا العنوان الانتخابات معركة وطنية لرفع اليد الإيرانية الاحتلال الإيراني أنا حقماً مقاتل جندي بهالمعركة هاي إذا والله أنه بدي أعمل نائب لحط اللوحة الزرقى وبعدين نكون مثل انتخابات الـ 2018 لأحقماً الحياة سأبقى صوت وطني من خارج إطار مجلس النواب وبدال الدافع عن وطني إلى أن يشاء الله ويأخذ أمانته في عدة لوائح في ترابلس في تململ مش واضحة مع من ستتحالف إن خط المعركة الانتخابية أنا ما بعتقد أن الانتخابات هي معركة قائمة بذاتها بذاتها هي جزء من معركة وطنية جزء إذا بدك من حقب مضال وطني أتحالف فقط إذا بدك مع السيادين والنزهاء لا أتحالف مع حداً 8 أزار نهائياً لا أتحالف مع حداً يدور بفلك إذا بدك المحور السوري الإيراني نهائياً كيف بتوصف علاقتك مع القوات اللبنانية ممتازة جداً ألتقي أنا ويهون وطنياً سياسياً وقد نتعاون انتخابياً حضرتك سيادة بامتياز مين كمان بتشوف مثلك سيادة غير القوات اللبنانية القوات أكيد سياديين وليد جملات بعتبره سيادي كذلك الأمر الكتائب بعتبرون سياديين نيشيل معواض بعتبره سيادي يعني كل الناس الحقيقة تدافع عن يعني أن تكون الدولة سيدة يقول حط المقاط على الحروف يقول لحزب الله للخمسطعش للخمسطعش تسعة الخمسين ولسيدة الوطن مبدئياً حكماً هذي كلها كوات سيادية ليش برأيك القوات السياسية بتتفق مع بعضها على المرشاحين بالمشتوى بتتفق مع بعضها على المرشاحين من المشتوى المدني والثورة والبعض بيجرب أنه يطوي الثورة تحت جناحه كرميل الانتخابات هل هيدا هيدا المشهدية هي صحيحة هل هي إذا بدك بتودي لمحل هاي أصول اللعبة الانتخابية في تنافس الحزب بديوصل أكتر ما يمكن نواب لألو الثورة بديوصل أكتر ما يمكن لألو مشان هيك لو الثورة فعلاً قادرة هي تحرر الوطن من القبضة الإيرانية كنا قديننا التحية أو أنا بنامراح بس أنتو كمان ما قدرتو إنكم تحرروا الوطن صحيح 14 إزار لحالة واكبة الخروج السوري ولم تبني الدولة المنشودة اليوم كانت الثورة قدام تحدد أن تواكب الخروج الإيراني وأن تبني الدولة السيدة مبدئياً اليوم بكل أسف الحقيقة أنا برأيي أنا برأيي نظرياً وواقعياً نحن بحاجة نلاقي سيق التعاون ما بين الأحزاب الوطنية السيادية والنزيهة مع رجالات وصبايا الثورة ليكونوا قوة فعلاً يرفع اليد الإيرانية وعندما ترفع اليد الإيرانية أنا برأيي بتلت تشوف تشور فقط بتشوف في هذا الوطن اللي عمي نهار بيوقف على إجراء اقتصادياً وكل القطاعات بتوقف بتنظمي إزبك قطاعك المصرفي بتنظمي قطاعك الاستشفائي قطاعك التعليمي كلها سواء والبلد آخر شي يعني قد نص مدينة أو ربع مدينة بأي دولة كبرى الحقيقة بس بده رجالات الحقيقة وطنيين نضاف نزهاء وسيادين بيبنوه بتلت تشور بيقف على إجراء الوطن ماذا لو لم تحصل الانتخابات النيابية ومنعوا حصولها شو رح تعمله لازم يكون عنا موقف أكيد حقيقة أول لا نعطي شرعية لأي تمديد مهما كلف الأمر هو عكل حال التمديد لأنه من هي صاحب السلطة اللي بيعطي شرعية لمجلس نواب هو الشعب ما فيه هو مجلس نواب بمدد لحاله هاي ببضعة إذا بدك دستورية وهاي ضد الدستور الأفضائية أنا هان بطالب كل القوى السياسية بتعتمار حالية سيادية إذا فعلا طرحت فكرة السيادة بأول يوم تنتهي وليت مجلس نواب أن يستقيله فورا واللي ما بيستقيل أنا بليه سيتحمل مسؤولية وطنية للتاريخ من الأقوى في الشمال الرئيس ميقاتي صفدي كرامي الأحدب أم حضرتك تحديدا بطرابلوس عم بحكي لحنا جيين عقواب انتخابات فلنترك الشعب اللبناني اللي يقول مين الأقوى ومين المرغوب أكتر ومين الناس بتأيده أكتر ببضعية حياة سمعنا من كم يوم سمعنا من كم يوم أنه رئيس الجمهورية بتصريح ضد حاكمية مصر في لبنان هل برأيك عم بيجرب أنه يبقى الرئيس القوي بآخر تسعة تشهر وخلفه صهر والوزير باسيل بالاستيلاء على منصب الحاكم وجيبه حاكم على زوء بكل أسف تكروك شي بازرعة عائلية لهذا الوطن حياة مشانا أنا برأي كانت خطأ تاريخي بصد تسوير رئاسي وشفتنا فعلا الحياة للأمانة يعني العهد كلها مرة بنعرف واكبنا عهود كتير العهد ما بيحققوا بأول سنتين لا يستطيع أن يحققوا بآخر سنتين نهائيا الحياة آخر شي بالكاد يضبط بحاله ويفل الحياة ألا يعطيه الصحة والعافية بس رجاء حاش بقى قوة بعدين بسيكولوجيك نفسيا إذا بدك الإنسان بيخد التسمي اللي بتنقصه سموا حالهم يعني العهد القوي وهو أضعف عهد شفناه وأفسد عهد شفناه إذا بدك الحياة وأسوأ عهد شفناه للأمانة ولو ربنا بيحب مش العون ما كان عمله رأي الجمهورية لأنه لو ما إجا رأي الجمهورية كان بي يا أما حلم أو وهم عند المسيحيين ولو إجا مش العون الحياة ربنا أرجعكم مش العون هيدا القوي الحياة شوفوا شو عمي بوليتكون شو عمي بوليتكون كذلك البعض بحبل المسؤولية لدكتور سامير جارج على القوات اللبنانية بمجيء الرئيس عون إلى سدة الرئاس أنت مع هيدا أنا معك اعتبرته خطأ استراتيجي الحياة الأمين وأنا ألمت الدكتور جارجا على أنه مساهمته بالتسوية الرئاسية ولمت الشيخ ساعد على مساهمته بالتسوية مبدئيا وأنا اجتهد وإحنا كان قلنا الشرف تظاهرة الوحيدة بطرابوس عملناها ثلاثة أيام قبل انتخاب مش العون لننبه يا جميع هو الرايحين حدا بيسلم جمهورية لرئيس برشح لأخصامه لمشروع مشبوه إذا بدك أقليميا ويغير طبيعة للبلد الحياة واللي نبهنا لأله بكل أسر فسطوله الحياة اليوم الانتخابات نيابية عم بيتجه الطيار أنه يعدل بأنون الانتخاب للمغتربين لحتى ما ينتخبوا أو يدلوا بأصواتهم بدوائرهم هل رح ينجح؟ برأي صعب ينجح هو اللي يشك خلينا نحط اللبنانيين بواقع حزب الله وتالو حرم له مصلحة بالانتخابات له مصلحة يبقى المجلس نيابي الحالي مش نايت أنا أعمل للكوة الأخرى أي بقاء أو قبول بالتمديد لمجلس نواب ستتحمل القوات والاشتراكية وطيار المستقبل يعني نواب طيار المستقبل وأي قوة تعتبر حالة سيدة ستتحمل مسؤولية تاريخية يجب أن يخرجوا باليوم التالي أو اليوم اللي بتنتهي الولاية مهما كلف الأمر حي حتى ما نكمل بغطاء ولو بنو شارعي بس بغطاء وهمي كذلك الأمر حي مشاناك أنا بتصور حقيقة حكما أنا برأي إذا كان مدد أنا برأي يجب أن هناك يكون في انتفاضة أكيد مسؤولية كبرى على النواب الحاليين أن يخرجوا مجلس نواب وأن يفرق مجلس نواب الفراغ أفضل من استمرار الواقع الحالي متما كنا نقول لهم حقيقة يوم اللي عيشنا حزب الله بفراغ رئيسي سنتين ونص وآخر شي آخر جمعت عشر تيام قبل ما ينتخب ترامب بعشر تيام تماما إجه الأوامر الإيرانية أنتخبوا ميشيل عون لأنه يا جماعة شدوا حالكم عشر تيام الفراغ أفضل من وصول مرجح إيران على رئيسة الجمهورية سيكون هناك بلاء أعظم كان حزب الله يقاتل لي يخد 11 وزير من قلب من حكومة فيها 30 اليوم بكل أسف بالكاد يعطينا عشر وزراء أخذ قرار الحكومي أخذ عمال مجلس نواب عن انتخابات هو مثل ما بده أخذ إذا بدك أغلبية مجلس نواب أخذ ورقة مساقية من السنة بشكل أساسي ومن المسيحيين بشكل أساسي ما بقى فيك حتى تلعبين ورقة المساقية وبكل أسف وقع البلد بين إيدان حزب الله ووصل إذا بدك لجهنم و للهاوية التحدي أن نخرج البلد من جهنم التحدي ولن يكون العلاج أو الحل عن طريق هذه المنظومة السياسية الحالية أنا بتصور هذه المنظومة تتحمل بسولية كبرى كيف منرفع اليد الإيرانية عن لبنان خاصة أنه اليوم الحليف المسيحي أصبح أضعف من قبل أكيد كيف؟ اليوم للأمان خلينا نكون واقعيين لحنا أولاد مؤسسات نشتغل بالأمن ونشتغل بالسياسية لأنه اثنين موضوعين متداخلين الحقيقة اليوم كمسة ولبناني كان مفهوض منعطي ولا بلحظة معينة شرعية السلاحة الغير شرعية النهائية الحقيقة أيام السوريين تفلسفوا يومتها وقالوا أنه سلاح سوريا ضروري وشرعي ومؤقت لم يكن ضروريا ولم يكن شرعيا والحمد لله كان مؤقت وسلاح حزب الله حاجة مبري بها السلاسية الخشبية جيش وشعب ومقاومة نحن دولة من كل دول العالم حقيقة طيب ليش مش بدل المقاومة ما فيه قوة الأمن الداخلي ليش ما فيه زبادك شعب طرابلس ليش ما فيه القوات اللبنانية ليش ما فيه الكتاب ليش ما فيه الحزب الفلاني شو بيمتاز عندي المقاومة أنه أخذ عنوان أنا برأيي وهو كان يعمل نقيضة كانت المقاومة الوطنية كانت كل الأحزاب مشاركة بالمقاومة ضد العدو الإسرائيلي صفى كل قيادات المقاومة الوطنية أنا برأيي مطلوب من حكما عم نسواني اللبنانيين بما نعطيه ولا شرعية السلاح أي سلاح غير شرعي سواء ما حزب الله أو بعض أي مقاومة آخر مطلعين نرهني على الدولة اللبنانية فقط لها إلى أن تأتي لحظة إقليمية دولية مؤاتية مثل كل دول العالم أن تحرر من هذا السلاح وقت اللي بيطلع القرار الدولي وحيتك 24 ساعة مثلي خرج وفرط الحياة برجع خلني أعطيه مثال قبل اقتلال الشهيد رفيق الحريق كرفتنا كتير خرج السوريين بس مين مننا كان يحلم أنه ممكن السوري يخرج من لبنان الحياة وحيتك كنا إن شاء الله يطلع على حمانة مثل ما كان يقوله عادة تمركز لحمانة يخرج بـ 24 ساعة ضب غراضه وفل وحيتشوفي حتى إيران بـ 24 ساعة بتضب غراضه بتفل الحياة ليش هالهجوم الدائم على حزب الله علما أنه حزب الله حرر جنوب لبنان بالألفين وعمل توازن رعب أنت مصدق أنه حرر جنوب لبنان يعني آخر شيء ولو اللي بيقتل المقاومة الوطنية بيقتل قلكيا داتا كان فيها قوميين سوريين كان فيها حزب شيوعي كان فيها سنة كان فيها مسيحيين كان فيها الشيعة كان فيها دروز كان فيها كل المقونات أنا بريد حياة للأمانة هاي المقاومة الوطنية كانت تزعج إسرائيل مش حزب الله لحياة للأمانة حولها بكل أسف حول حاله هو لحرس حدود لإسرائيل ومعناه ما يغشنا إسرائيل سحبت إذا بدك الحسابات خاصة فيها مش كرمي الحزب الله نهاية أنا هيدا اللي بدأ أسمعه كلنا منعرفة تماما وإحنا عشنا كنا بموقع مسؤولية لحيا مشان يكري ما يغشني أنه غلا منهاية أنه أنا بدافع عن الأقلية عن المسيحيين من داعش ما بداي حبيبي أنت وداعش واجهان لعملة واحدة وقت لهم حشرة داعش حشرة جيش اللبناني بمعركة الجرود بعطهم الباصات هون الخضر اللبناني بيذكروها باصات ملقيفة ودفع مبالغ ملايين دولارات لداعش لتأمن خروجها من سوريا لتروح تلعب دوره بمحل آخر مبدأي حياة طيب إذا هذا خصمك وهذا عدوك أنا برأي ليش بدك تسهل خروجه طيب ما نحنا كنا عم بواجه يا بيقتلني آخر شي بعدها يربح المسيحين مني أنه أنا حمايتكم من داعش حبيبي جيش اللبناني بيحميهم من داعش اللبنانيين بيحموا بعضهم اللبعض كلهم نسوى الحياة ولحنا كلنا وطنيين مشاناك أنا برأي هاي كلها سقطت زي بدك ونكشف حزب الله ماذا لو أفرزت الانتخابات النيابية نفس الوجوه تقريبا والقوة هي زيتها والقوة طبشت عند حزب الله اللي بعضهم هايمن يعني رح يكون في بعض الدراسات بتقول شوي مش كتير شو بيصير بلبنان خلي سارك نظريا إذا فعلا بقي مجلس نووي بتكوينه بمقوينته الحالية ولو ضغيره الأشخاص أنا برأي يتحمل المسؤولية الشعب اللبناني اللي هو قدام تحدي انتخاباته إذن إذا انتوا بيكنت تتخبوا هالأشخاص هدا فإذن قبلوا فإذن يبقى واقعكم مثل هو الحقيقة اعملوا مثل الشعب العراقي مش عملك نموزج بالتاريخ الغابر أو بغير دولة هاي الشعب العراقي انتفض على المشروع الإيراني شيعي وسني وكردي ومسيحي وبنفس الوقت الحقيقة الجهوزية السنية عالية ضد المشروع الإيراني الجهوزية المسيحية عالية ضد المشروع الإيراني جهوزية الدرزية هذي Clan أمر والجهوزية الشيعية ستفاجأ أنا برأي كما فاجأ شياعة العراق مش هنالك أنا بشدع ايدان كل أخواننا شيعا ونقولون نحن الحكم النروه هنا عليكم صدرنا مفتوح لألكن بيوتنا مفتوحة لقلكون أموا بواجباتكم بمعركة تحرير هذا الوطن لنعيش نحن ويكون سوية بوطن تعددي ما حدا فيه يخذني على خيارات أنا مش مؤمن فيها ولا شايف مصطحتي فيها نهائيا وصلنا للسؤال الأخير هو بمثابة تعهد نحن من برنامج جمهورية 22 للناس وخاصة للسيديين وللمرشحين للانتخابات رح أسألك سؤال ما تجاوبني دغري عليه مشاهدينا رح تلاقوا الجواب على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام فيسبوك وتويتر ويوتيوب تشانل مونة لباكي سؤالة لحضرتك حضرت الوي هو تعهد برجع بقلك هل إذا وصلت إلى مجلس النواب رح تهيدن حزب الله وترضخ للمعادلة اللي بالآخر كلهم بيمضوا عليها شعب جيش ومقاومة أو رح يكون البيانة الوزارة هو كمان مشكلتين لنقدر نرجع نعمله لنقدر نرجع نكمل المثاقية اليواء أشرف طيفي أنا بدي أشكرك على هالحلقة اللي كانت مليئة بالتصريحات النرية وآراءك الصريحة اللي طالما عوتنا عليها بتحب تزيد شيء تقول شيء للمشاهدين طمن كل اللبنانيين لحنا بمخاط قد يكون صعب جدا جدا بس منه طويل زمنيا وستشهدوا إن شاء الله ربنا يعطينا عمر لحنا ويكون لنشوف الوطن اللي عم نحلم فيه لأولادنا وكونوا أكيدين عندنا بترفع اليد الإيراني بدنا ثلاثة شهر فقط لغير بتشوفوا ليرة بترجع الودائع بترجع خلينا نتأكد لكل ابنانيين أي سلطة لا تعيد ودائع الناس كاملة أنا برأيي لن تقلع نهائيا أي سلطة بتجيب الأموال المنهوبة من هالطبقة الفاسدة أنا برأيي ستكون مقصرة وطنية مبدئيا وشانا هيك أنا بتصور الحقيقة نحنا هذا النفق الأسواد شايفين في ضوء بنهايته مش طويل كتير الإصلاح إن شاء الله شكرا مشاهدين أنا بدوري بدأ أشكركم لمتابعة جمهورية 22 ملتقانة الأسبوع المقبل مع ضيف جديد انطروني موسيقى